تمشينا مع خطة وزارة الصحة وقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق فحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد أعلنت الوزارة عن إجراء 252.588 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئة مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي وزام ذلك في الكشف عن 1963 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسية مختلفة وجميعها حالات مستقرة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المستجلة 211.641 حالة كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة مصابين وذلك من تدعيات الإصابة بالفيروس وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 674 حالة كذلك أعلنت الوزارة عن شفاء 2081 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافية تام من أعراض المرض بعد تلقيها رعاية الصحية اللازمة وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 288.100 حالة ترجمة نانسي قنقر